لماذا ظهر الاهلي بهذا المشهد الرائع في الشوت الثاني مع زي ما انت قلت انه كولر تدخل ايجابيا وفريلا تدخل سلبان اللي حصل في الملعب شفنا النهاردة مش النهاردة بس شفنا مستوى مغايل لحسين الشحات في المبارات الاخيرة شفنا مستوى مغايل لمحمد هاني في المبارات الاخيرة حتى اليو دينج اللي احنا كلنا مقتنعين وانه كولرات مختلف من منذ انضمامه للنادي الاهلي بس المستوى اللي بيقدمه هو اعلى مستوى البيك بتاع مستوى أليو دينج حمد فتحي والادوار اللي بقى يعملها هجومية عكس المواسم والمداري كان بيعمل ادوار دفعية اكبر منها هجومية اللي حصل في النادي الاهلي عشان يظهر بالشكل ده كولر متمرس في خلق بروفالات اللعيبة ازا يغير اللعيب وازا يدي له ادوار جديدة وطوروا بالشكل ده شفنا ده مع كريم فؤاد حتى الاصابة واحد من افضل لعيب الدوري حتى اصابته واحد بقى يدخل 18 كتير بيسجل وبيصنع وبيقعه ده في النادي الاهلي حتى اصابته كريم فؤاد ده كان بداية البروفايلز اللي بيخلقها بارس الكولر مع النادي الاهلي ابتدائي نشوف ده غاب اكرم توفيق تواجد محمد هاني حالة التهيئة اللي عليها اللاعبين والحالة الجيدة اللي عليها اللاعبين تحسب طبعا للمدير الفني نهاردة ده دخلو خالة عبفتاح كان شكله عامل ازاي لكن خلينا نروح لك لعيب مهم وخلينا نتكلم على حسين الشحات قبل ما نروح لأي حاجة خلينا نتكلم على حسين الشحات حسين الشحات بيقدم مردود ممتاز البروفايل اللي خلقه له النهاردة مارسي الكولر هو انت ازاي تصنع ازاي طول المباراة بيصنع هل ده حصل النهاردة بس عشان نقدر نقول انه دي كانت حالة تواهج من حسين الشحات الاجابة لا الاجابة خلاها نرجع لمباراة الاتحاد نرجع لمباراة امبي النهاردة حتى نشوف حسين الشحات بيخلق كم فرصة في ظل الشوت الاول اللي كان متوازن جدا بين الفريقين حسين الشحات بيخلق كرة واثنين الكرة الاولانية اللي اتعرضت معنا من شوية الكرة بتاعة محمود عبد الملعم الكهرباء اللي كان فيها تسلل واحتوص بها التسلل الكرة التانية بعدها على طول اللي اتعامل الكروس او صناعة اللعبة اتعاملت على ناحية احمد عبدالقادر التالتة كانت الهدف لما نيجي نبص على الهدف هنشوف انه نفس الاسست بنفس الطريقة الرجل لاين وينجر حسين الشحات بيشتغل انسايد وينجر جوه الملعب بيعملها في مبارات الاتحاد بيعملها في مبارات امبي بيعملها النهاردة نفس العيب خرجت حسين الشحات تماما من رجل لاين وينجر اللي لما بيفتح الخط بيبقى معدوم الفائدة بشكل كبير ومستوب يقع اللي بشكل كبير للاعيب هو اللي بيصنع ازايي انا اخلق لعيب تاني بيصنع مش بس البلايميكر او صانع اللعب اللي موجود هو اللي بيخلق لي ده لو نجيب الكراب بتاعت حسين الشحات ونرجع لها تاني هنلاقي حسين بيعمل ده في مباراة للاتحاد السكندري ثم استمر فيه عمل صناعة اللعب أكتر من مرة النهاردة فده كان واحد من المفاتيح اللي يمكن ما خدتش حقها النهاردة لو نبتل نعرض الحالات تاني بتاعت حسين الشحات وإحنا بنتكلم